مواجهة نار مواجهة نار مواجهة دي تحديدا صعبة جدا مواجهة في منطقة صعوبة ريال المدريد عايز يقرب لأتلتكو مدريد برشلونة عايز يقرب لأتلتكو مدريد الوضع بالنسبة للفرقتين هيبقى صعب جدا النهاردة لو أحدهم خسر هذه المبرأة ولو تعادلوا الاتنين هيبقى موضعهم أسوأ بكثير برشلونة في حالة حلوة في الفترة الأخيرة ريال المدريد في حالة عظيمة الفترة الأخيرة الشكال النهاردة في مباراة حلوة في مباراة جميلة في مباراة ممتعة في ديمبلي وفي في نيسيوس في بنزيمة وفي ميسي في نجوم هنا ونجوم هنا توني كروز برواعته دي يونج بفوقانه جريزمان مودريتش نجوم كتيرة في الفرقتين آه كريستانو مشي آه سواريز مشي بس تحس ان الفرقتين برضو لا حلوين الفرقتين كويسين ريال المدريد تحديدا مع زين الدين زيدان ما تقلقش عليه يعني الفرقة طول الوقت تقيلة غير لعيب بيغيب راموس يغيب فرانشوفت في مباراة ليفربول الفرقة تقيلة حتى لو في حاجات بتحصل في ريال المدريد غريبة بس في واحد بيشيل تيبو كورتوة بيشيل في الريال وتيبو اشتاجم بيشيل في برشلونة برضو في فرقة تقيلة في ريال المدريد برشلونة تحس ان كوما بدأ بدأ يظهر بشكل كويس مع برشلونة بدأ الأداء يتحس وبصراحة أكتر لما ليونيل ميسي المزاجه بيروق الأمور كلها بتروق في برشلونة كل الفرقة بتبقى حلوة وكل اللي عابين رقعين ديمبلي بدأ يخش في المنظومة ديمبلي يعني اللعب اللي عامل زي هازر دكافريال اللي ما بتشوفوش في برشلونة من ساعة منضم للفريق بدأ بقاله فترة كم مباراة لا دخل في منظومة برشلونة فالفرقة حلوة الفرقة كويسة النهاردة مباراة ما فيهاش حد ممكن يقول إنه فيه طرف أحسن من التاني لا لا الاتنين قريبين جدا بنفس الظروف حتى الناقص اللي هنا قريبة من الناقص اللي هنا غالبا النهاردة ديونج هيلعب في خطة فعب برشلونة وغالبا ديونج هيلعب بتلاتة مدافعين بنتكلم فيه مندي وناتشو ومليتاو فيه شوية ملامح كده واضحة وظهرة ممكن زيدان يريح بعض اللاعبين اللي لعبوا في مواجهة ليفربور ممكن يحط لعبين جدد ما تعرفش الظروف هتبقى عاملة إزاي